موسيقى 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 رغم اندحار تنظيم داعش في كل من العراق والسوريا وتلاشي مصادر تمويله التي اعتمد عليها طيلة الأعوام الأخيرة في هذين البلدين ما تزال في جعبة التنظيم بعض الأوراق فقد كشفت وزارة المالية الفرنسية شبكة سرية من المصرفيين موجودة في لبنان وتركيا تساعد في تمويل التنظيم وهو ما يكشف ضرورة تجديد الرقابة على مسارات تمويل داعش وغيره من منظمات الإرهاب موسيقى نحو مئتي مصرفي يمولون تنظيم داعش هذا ما كشفه الجهاز المكلف بمكافحة طبيض الأموال وتمويل الإرهاب التابع لوزارة المالية الفرنسية المعروف بيتخاكفا مدير الجهاز برونو دال قال إن أغلب المصرفيين الذين تم رصدهم يتواجدون في لبنان وتركيا التقرير كشف أن المصرفيين المتخفين لداعش يتلقون أموالا موجهة بوضوح لتمكين التنظيم من الاستمرار مشيرا إلى أن رهان الجهاز يتمثل في تحديد ممولين جدد لداعش الذي يعتمد بشكل متزايد على التمويل الخارجي فمع طرد المتشددين من الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها في العراق وسوريا حرم هؤلاء من مصدر تمويلهم الأول مثل غنائم الحرب وابتزاز الأهالي بالتالي يحاولون تعويض هذه الخسائر جزئيا باللجوء إلى تمويلات خارجية حسب التقرير لذلك يراقب جهاز تخكفا جميع طرق التمويل التي يمكن أن يلجأ إليها داعش بما فيها تلك الأكثر تقليدية كاستخدام المنظمات الإنسانية والثقافية كغطاء لتحويلته المالية خاصة وأن بعض التحقيقات الصحفية كما هو حال صحيفة يورتا التركية كشفت منتصف الشهر الماضي أن جمعية تابعة لتنظيم داعش لا تزال تنشط بشكل رسمي في تركيا تحت غطاء جمعيات إغاثة إنسانية مدير الجهاز الذي يشارك تقاريره السرية مع الداخلية الفرنسية قال إن مهمته تتمثل في رصد مؤشرات حتى وإن كانت ضعيفة فالمبالغ التي ترسد تكون صغيرة في أغلب الأحيان ومع ذلك فإن تحقيقات الجهاز المكلف بمكافحة طبيض الأموال وتمويل الإرهاب الفرنسي قد تكشف تورط شبكات أكبر وفي دول غير الشرق الأوسط فقد وجه القضاء الفرنسي مطلع هذا الشهر تهمة تمويل مخطط إرهابي للمدير العام السابق لشركة لفارج هولسم الفرنسي السويسري إيريك أولسن بعد استجوابه بشأن تورط المجموعة في تمويل تنظيمات إرهابية في سوريا بينها تنظيم داعش إذ يشتبه بأن الشركة اشترت من تنظيم داعش ومجموعات أخرى النفط في انتهاك للحاضر الأوروبي المفروض منذ 2011 ودفعت لها مبالغ مالية من خلال وسطا معنا الآن من تونس الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية عليا العلاني أستاذ عليا مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن تمويل هذه الجماعات مثل تنظيم داعش واضح أن التنظيم محشور في الميدان سواء في العراق أو في سوريا ويبحث الآن عن مصادر تمويل ربما خارجية بعد أن فقد مصادر الدخل الأساسية إلى أي مدى برأيك هذه المسألة ستكون معقدة وصعبة بالنسبة لهذا التنظيم مساء النور اسمي علي العلاني أعتقد أن عملية الحصول على التمويل شكرا أعتقد أن مسألة تمويل الإرهاب بالنسبة إلى داعش هي قضية مركزية سواء كانت في القديم أو في الوقت الحاضر خاصة إذا اعتمدنا على التقرير نستنتج أولا أن داعش ما تزال تتغذى من شبكات لطبيض وتمويل الإرهاب أي أنه لم يعد كافيا ما صرحت به الإدارة الأمريكية منذ أشهر من أن هناك تشديد دولي على حركة الأموال التي تذهب إلى هذه التنظيمات الإرهابية والثانيا يمكن القول أن داعش اليوم لا تزال تتلقى أموال كما ذكر التقرير من تركيا ومن لبنان وهذا دليل على أن هناك مشكل كبير يسمى غياب آليات الرقابة ليس كافيا أن يستصدر المجتمع الدولي والأمم المتحدة قرارا في تجريم طبيض الأموال وتمويل الإرهاب المهم هو إيجاد الآليات التي بواسطتها يمكن تعقب مثل هذه الأموال أستاذ علي تقصد آليات الرقابة في الدول المختلفة أو آليات الرقابة في النظام المصرف العالمي هو يعني على كلا الجانبين النظام المصرفي العالمي واليوم نعرف أنه بالإمكان بالإمكان تحديد الأماكن التي يوجد فيها نقاط رمادية أو تمويلات مشبوهة وعملية الأنفستيجيشن التي قامت بها الصحافة الفرنسية والتي وردت في تقرير وزارة الاقتصاد الفرنسي هذه عينة من العينات أي أن هناك رغبة من بعض الأطراف في تعقب الإرهابين وبالتالي هذه الرغبة لحد الآن لا تزال ضعيفة أعتقد أن لماذا تتلقى داعش لحد اليوم تمويلات وتتلقى هذه الأموال الكثيرة من بلدان عديدة وخاصة من هذين البلدين الذين يمثلان شبكات تصل إلى مئات المصرفيين لماذا؟ لأن عملية الرقابة على المستوى تحويل الأموال لم تكن تتبعها آليات ولم تكن تتبعها أيضا عقوبات لابد من تسليط عقوبات على المستوى الدولي لكل المصارف ولكل الشبكات التي تقوم بتمويلات مشبوهة طالما لم توجد هذه الآليات فإن تمويل داعش أو غيرها من التنظيمات الإرهابية سيتوصل الملاحظة الثانية لا ننسى أنه أثناء المعارك الأخيرة في سوريا وفي العراق كانت هناك حركة كبيرة في خروج بعض الدواعش وفي تلك الملاذات التي قدمت لها وهم يعرفون بعض الدول تعرف أن هذه المجموعات الإرهابية تتجه إلى أماكن أخرى في آسيا وفي شمال إفريقيا وفي أوروبا أيضا وهي بطبيعة الحال هذه الشبكات الإرهابية لا يمكن أن تعيش بدون تمويلات إذن هناك حركة في الدخول عند التجنيد وفي الخروج عند الالتحاق ببؤر أخرى أو بأماكن أخرى للاستعداد لمعارك أخرى أو لعمليات إرهابية أخرى وبالتالي نرى أننا نعود دائما للنقطة المركزية وهي أن بقاء داعش هو من بقاء التمويلات الإرهابية طالما لم يقع مواجهة هذه المسألة لأن مسألة التمويل هي مسألة مركزية وأعتقد أن المجتمع الدولي يحتاج إلى أولا آليات يحتاج إلى قرارات لتسليط العقوبات على كل من يقوم ببعض التحويلات المشبوهة وفي هذه الحالة يمكن أن نقول أن المجتمع الدولي خطاء خطوات إيجابية وهامة في محاصرة الظاهرة الإرهابية عالميا أستاذ علي في الدقيقة المتبقية إلى أي مدى برأيك تنظيمات مثل داعش الذي اندحر ميدانيا قادر اليوم على إيجاد مصادر تمويل جديدة تجديد منابع التمويل بالنسبة لهذا التنظيم الآن داعش حسب العديد من التقارير هو بدأ يعود لنفس الأساليب تقريبا التي كانت تتبعها القاعدة وهي خاصة عندما نتحدث عن المناطق الشاسعة في صحراء إفريقيا لا ننسى أن داعش له تحالفات أولا مع بوكو حرام ولا ننسى أيضا أن تلك المناطق الشاسعة وتلك الصحاري توجد بها أماكن كبيرة للتهريب وهي أيضا تعد أماكن لجولة لشبكات المخدرات إذن داعش ستعود لبعض الأساليب في الحصول على الفدية عندما يتم أسر العديد من الأوروبيين أو من الأشخاص المهمين في رأيها وبالتالي أعتقد أن هذا سيكون جزءا من التمويل ولكن الجزء الأكبر في تمويل داعش سيبقى من تلك الشبكات التي تحدثت تقرير فرنسي عنها هذا اليوم والتي أعتقد أنها جزء من الحقيقة أعتقد أن الحقيقة هي أكبر من ذلك إذا كانت فرنسا لوحدها قد تفطنت لحوالي 200 مصرفي فهناك بالتأكيد هناك جهات أخرى ما تزال تعمل في الخفاء وبالتالي أعتقد أنه من المفروض جدا أن نعود إلى قضية الألية وبدون إيجاد هذه الألية لا يمكن أن نقضي على تمويل الإرهاب وداعش في المستقبل ستبقى جزئيا في الشرق الأوسط ولكنها ستنتقل إلى أماكن أخرى وطالما يوجد هذا التمويل يمكن لها أن تعود مرة أخرى إلى الشرق الأوسط وبالتالي أعتقد أن داعش هي نتاج هذا التخاذل الدولي لبعض القوى الدولية التي هي بالتأكيد لو تريد أن تضرب هذه الظاهرة في العمر تستطيع أن تضربها ولكن مع الأسف هناك تضارب المصالح شكرا وهناك يعني ربما وجود بعض الدول التي تريد أن تعمل طيب أستاذ علي للأسف وقتنا انتهى أعتذر منك لابد أن يندد المجتمع الدولي شكرا جزيلا أستاذ علي العلاني الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية كان معنا من تونس